زي ما اتكلمنا وقلنا القلب قد ايه مهم لنا مضخة شغالة لو وقفت بعدها لقدر الله عمرنا انتهى عشان كده النهاردة وهذه الفقرة المهمة جدا انا بسميها فقرة استثنائية لان احنا معانا طبيب القلوب حبيبنا وحبيب قلبنا الدكتور جمال شعبان اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وانا سعيد وجودي في برنامج الصيدالي الرائع النافذة التنويرية اللي بتدي الوقاية والتسقيف الطبي باسلوب علمي راقي وهو الاستاذ الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب وعميد معهد القلب السابق وجرين هارت مركز جمال شعبان الدولي لصحة وابحاث الصحة لالقلب يعني معناها ان حضرتك ما قبل التعب وهو نفس الفكر اللي الحاج بتعملها مش عايزين الناس تستنى لما القلب يتوجع لما القلب يحصل فيه خفاقان واختلال في الكهرباء بتاعته لما القلب يحصل فيه ضعف ويحصل نهجان ويحصل هبوط وفشل وتراجع في وظيفة القلب عايزين نسبة كل هذه المضاعفات تشيك يور هارت افحص قلبك دور على قلبك فتش عن قلبك قبل ان يفتش عنك القلب لان ساعات استدعاء القلب بيبقى صادم وصائق ومفاجئ ومؤلم وموجع للناس كتير لسه كنت تقول حاجة بعد دي مهمة جدا ازمات القلب في الزمن اللي احنا عايشين فيه كترة كتير جدا ما بقيتش بس على السن الكبير بقت في العشرينات والتلاتينات نقول الله يرحمه نتوفى بأزمة قلبية ده حصل لقدر الله مرة واحدة جاد جلطة ونقلول المستشفى طيب دكتور جمال يعني ايه اللي حصل وايه اللي زود الدنيا دي بالشكل ده ايه اللي بيحصل يعني يمكن حاجة فكرتيني بكلمة قالها السير ماجد ياعوب ايقونة اطباء القلب العرب واستاذي ان قلوب المصريين هي الاكثر وجعا يعني يمكن وجعا معنويا ويمكن عضويا كمان يعني لبعلك تشوف زي مهرك اشرت في المقدمة ان يعني شريحة كبيرة جدا من الشباب في مقتبل العمر بيجي لهم وجع في القلب وازمات قلبية وموت مفاجئ دون مقدمات ايه اللي حصل في المجتمع المصري ضغط الدم المرتفع زاد جدا يعني حضرتك البالغين حوالي ربع المصريين البالغين عندهم ضغط الدم المرتفع وضغط الدم المرتفع ده بيسمونه القاتل الصامت ليه لانه مالوش اعراض فاحتي يقولك ايه انا استنى لما صدع اعرف انه عند الضغط لا يا حبيبي احيانا ان الضغط يبقى موجود وانت مفيش صدع وماشي بتهزر وبتضحك وبتلعب وفجأة تحس بواجع في صدرك فجأة تحس بخفقان فجأة لا قدر الله يحصل ازمة قلبية او موت مفاجئ اذا الاكتشاف المباكر لضغط الدم ده مهم جدا ويمكن فحمة الرئيس سباقنا في الموضوع ده يعني لما عمل 100 مليون صحة هو فكر العوامل الخطورة لامراض القلب الضغط والسكر والوزن ومحيط الكرشة او الطول مع الوزن اللي هو بوديماس اندكس دولة مقدمات امراض القلب ف100 مليون صحة يعتبر اكبر يعني فحص ميداني يتعامل على مستوى العالم 60 مليون واحد يتأسلهم الضغط والسكر وتشاف الوزن وتشاف الطول فبالتالي عندك يعني خريطة صحية تقدر تعرفنا الرودماب بتاعنا او الطريق بتاعنا الصحي في خلال العشر سنين الجاي وخاصة امراض القلب وازمات القلب اللي هي القاتل الاول هاي طيب احنا ده مقتي بدأنا المدارس بدأنا الجامعات موظفين ماشيين في الشارع ده موجود في الفصل ده موجود في الجامعة لقدر الله مرة واحدة واحد وقع او واحدة واعت لقدر الله اعرف من فين ان ديه ازمة قلبية او لقدر الله جلطة او مشكلة في القلب او حاجة تانية هو حضرتك يعني مش هيبقى مطلوب من الرجل للشارع العادي ان هو يشخص لكن مطلوب ان هو يسعف انت كل المطلوب منك هتنادي عليه هتلاقيه ان هو ما بيستجبش فقد الوعي على طول تنزل جنب وتنبطح ارضا وتقعد تعمل مساج على منتصف الصدر اه ويكون واحد تاني بينادي الاسعف يعني طيب خلينا نقول انا راجل مش متخصص تماما وزي او حاجة قلت انا مش لازم اعرف في لهم مشكلة في لها اليد اليمين في اليد الشمال اليد اليمين على اليد الشمال تمام بيكاف اليد اوكي من هنا والضغط من المفصل بتاع الكتر تمام مش من الكوع عشان ما تتنينش كده اه وتدوس كده من ستين لتسعين خلاص اذا كان اتنين هتبدله عشان هتتعب بعد شوية لو واحد انت هتكمل بقى لغاية ما يكون الاسعاف جا طيب فين بالزبط يعني انا بنزل بالكف منتصف الصدر يعني بلاش تيجي على الضلوع عشان ما تكسرش الضلوع منتصف الصدر ويبدرها مفروض الكوع مفروض والضغط من الكتف تنزل بتقولك بس بالعقل برده بس بس اه بالعقل عشان ما تكسرش العظمة وما تكسرش الضلوع اللي جنبيها لمدة قد ايه لغاية ما يستجيب ويرجع ويصحى تمام ودي حصلت معي في العيادة وكنت مرة متأخر في العيادة يمكن قبل الفجر وكان قاعد قدامي العيان بنتكلم على وعمالين نتكلم وحالتك في فجأة ويه على الارض كان معي المساعد بتاعي لو قلت الحركة قاعدة مثلا حوالي 30 دقيقة نشتغل عليه مساج لغاية ما بدأ يصحى وبعد كده طلبنا له الإسعاف جالي بعد شهر عمال يتكلم ويهاز قلت له بقول لك ايه انت واخد وقت مختختة انت ما تنقش ما تتكلمش في حاجة انت تاخد لالك وتروح بقى خلاص فهو عايزي برضو بينقض أوضاعه بتكلم قلت له ما تتكلمش في حاجة خلاص انت كده عمر جديد تكتب لك ده شرط إضافي تسكت بقى وتهدى كده فهو ممكن انعاش القلب فدي كانت أزمة قلبية لكن عشان توفر المساج احيانا التأخر في هذا المساج او التدليك او الانعاش يكلف الانسان حياته واذا القلب يرجى بعد كده لو راح المستشفى بيكون المخ خلاص لان المخ لو الدم انقطع عنه دقائق معدودة ربما يتلف تلف نهائي لا يعود لحيانا طيب يعني دي نقطة مهمة جدا اللي احنا بنسابق الزمن تاين فاكتور اه يعني حتى لقدر الله لو السعاف اتأخر عليه لازم احنا كمان ننقش القلب بالظبط كده ما تعودش بقى اللي بيزعلني وحتى انا مرة كان يعني اتصلوا بي مرة على طفلة ماتت في حوالين حمام سباحة في نادي 6 دقائق عديني سايبينها ويطلبوا الاسعاف لا اللي موجودين بيعملوا ايه لازم اللي موجود يشتغل مساج لغاية ما الاسعافين يعني حتى الطفلة كانت ازمة قلبية يعني شفت حضرتك اه بالظبط كان عندها ازمة قلبية بس دي كانت غالبا اختلال في كهرباء القلب مش بتشخص وده اهمية الرياضيين واللي هنخلطوا في الرياضات تنافسية يحاولوا يعملوا رسم قلبة او فحص قلبة قبل ما ينخلطوا في رياضة تنافسية ليس كنا نكلم في ده في الجيم وبيجرع تريد ميل لا قبل ما تمارس الجيم يريد تدخص قلبك وانا حتى دايما بقول للشباب الصغير كده يا حبيبي اه رياضة ماشي اوكي لكن هتدخل في رياضة قوية او تنافسية وسباحة وعلاب قوة والكلام زي كده لا لازم تعمل فحص كامل للقلب بتاعك الرسم للقلبي ده ممكن شخص حاجة كتير جدا الموجات الصوتية ممكن انت ساعد جدا بعض التحاليل ممكن انت ساعد جدا التاريخي لو راس العائلي يعني واحد يقول لي مثلا انا والدي مات في سنة صغير فجأة اه عمتي مش عارفة عم ايه انا هاحكي لحضراتك برضو على قصة انا بحب احكي القصص لانه بتوضح طبعا مرة وانا في العيادة لقيت واحدة من اللي انا بشوفه وانجاي لابسة يسد وزعلانة كده فانا بحب اقرب من العيان انسانيا وده نقطة باعلمها للشباب للطباء على طول انت يا حبيبي مش بيتعامل مع مكنة ولا مع فايل لما كان يقول لي الحالة اقول له حالة ايه اسمه ايه لازم تقرب انسانيا منه والطبطب عليه وتتكلم كده لانه دي بتفرج كتير جدا ممكن معنا باتيريا اللي اسمحونا نبدأ بماتيريا اللي معنا في حت هو الشريان التاجي يسامن التاجي لانه وحيد بالقلب كالتاج هو اللي بره الحاجات الرفياء خالص اللي بره زي هنا مثلا كده اللي احمر ده وباين من بره هو وحيد بالقلب كالتاج هم الحقيقة مش تاجي واحد هم تلتة ايجان الايصر النازل والاوسط اه ادي واحد منهم ايوا في جنبه حتة غمأة كده الحتة دي غالبن دي حتة تجلطت وحصل فيها زي تلف بسيط اه شوف طبيب القلب او مرصيت في مشكلة هنا اه في حتة كده السوداء تمام في حتة من الخلايا اه فضلوا كملك القلب فقدها نتيجة ان الشريان اللي بيغزيها حصل فيه انسداد تمام ايه اللي بيحصل جوه هنا دي اعبار عن الصفائح الصفائح الدموية دي المسؤولة عن عملية التجلط بس هي المفروض تشتغل خارج الجسم لما يكون فيه جرح اه حدد اوار بره اه لكن لما تحصل داخل الواقع الدموية وانا ماشي على رجلي دي تبقى نزير بأزمة قلبية ممكن تبقى مقدمة الازمة يسمى بلتة اجريجيشن اه هي المفروض ماشية في نص الطريق ايوا هو الدم ماشي كده هو مش مية وعشان كده بنقول الدم عمره ما يبقى مية اه لكن الحقيقة لكن الحقيقة فيه تسعين في المية من تكوينه مية والباقي اللي هي الصفائح والكرات الدم الحمراء والبيضاء والخلايا الانفاوية لكن بتمشي في الميدستريم يعني في النص اول خطوة من الجلطة ان هي تجنب على جانب الطريق عارف العربية لما تكونها تركن اه طبع تركن على جام اه وتيجي واحدة تلزف واحدة تلزف واحدة بلتة اجريج اللي هي اللي هي الصفيحة الجماعة ازاي اللي بتسد اللي هي الشريان لما يتجرح بره او الوريد لما يتجرح في الجلد من بره فدي بتسد من جوة من داخل الشريان يبقى الطريق يتقفل بعد شوية بقى فيه سرسوب بس بقى فيه فرصة انه ايه في الخاص طالما وصلنا للسرسوب الدم المحبوز في الحتة دي دي المشكلة 100% Obstruction دي جلطة حد في الشريان التاجي احيانا هذا الانسان اللي يستطيع الوصول للمستشفى نحضر نسبة عالية بيموت طب نعمل ايه عشان وشرين التاجي الامامي ده اللي هو بيحصل فيه الجلطة دي بيسموه صانع الارامل لانه ممكن يخلي واحدة تترمل بسبب هذه الجلطة اللي يحصل لو هو جالي الوجع لو انا عندي الاسعفات الأولية في البيت تأسبرين أطفال أربعة أقراص أمضوهم بسرعة الناس اللي عندها أزمات قلبية ومتعودين قبل كده وجاتلوا جلطة جديدة أو أزمة جديدة أربعة راس بلافكس أو بريليك اتنين اللازلت الناترودين من موسع للشرين التاجي والأرسل تحت اللسان ده يعني ويكون حد تاني بيطلب الاسعف بسرعة وياريت يكون اه ربك كان من ضيعش وقت كفك لان هنا الدقيقة تساوي حياة الدقيقة تساوي حياة اللي بيلحى فاول تسعين دي ممكن يرجع سليم تماما أي تأخير بعد كده في مشكلة هتفعل تأمله في نوعين من الخلايا في الجسم لما بيحصل فيها تلف لا تعود خلايا القلب وخلايا المخ لذلك أي تلف بيأثر المخ لما بيحصل تلف تلاقي دراعه وقف العين حصل فيها مشكلة شلم تقدر الله القلب نفس القصة أي حاجة غير الكبد ممكن تشتغل تعيش بتبني كبد بفص كلا ممكن بفص من كلا اللي معاها بتوص كم متر وتعيش إنما خلايا القلب وخلايا المخ كل خلايا لها تمن طيب آخر وصية من الوصية العشر لمرض الضغط سريعا تقول لني يعني كلنا تكلمنا عن الملح والغزى والمش لكن الوصية اللي دايما أنا أعملها الهاشتاج بتاعي ما تزعلوش أيوة لأن مشكلة العصر الحديث اللي هي الضغوطات النفسية والتوترات كلنا في مكنة طاحنة صراع شديد جدا بين الطموحات والإمكانيات بين الحلم والمتاح بين الواقع والمستقبل المأمول الناس كلها عيشة مطحونة فبقول له إيه دا يا حبيب الدنيا كلها من فاتح مش بقولك توكل ويعني خليك كسلان ونام لا اشتغل بس يعني إجعل الدنيا في يدك ليست في قلبك أو ضغط على قلبك لأنت لو خلتها ضغط على قلبك ممكن تعمل فعلا أسبق قلبية